ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز مجاء في الصحف اليوم والبداية من صحيفة نداء الوطن التي كتبت إسرائيل ترحب بتنازل لبنان عن الخط 29 قانا لي ولكم يتلهف المسؤولون لتقصي نتائج الجهود التي يبذلها الوسيط الأمريكي أموسوكستين مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود بموجب الطرح اللبناني الجديد الذي يؤكد الالتزام بإحداثيات الخط 23 فأتاهم الجواب المبدئي على هذا الطرح بإعراب الجانب الإسرائيلي عن ترحيبه بتنازل الجانب اللبناني عن الخط 29 لكن مع رفض معادلة قانا مقابل كاريش وفق ما نقلت مصادر مواكبة لمستجدات الملاف موضحة أن إسرائيل وعلى قاعدة ما لي لي وما لكم لي ولكم أكدت تمسكها بكامل الحقوق البحرية خارج نطاق الخط 23 ولم توافق في المقابل على استحصال لبنان على كل المساحة البحرية الواقعة ضمن حدود الخط 23 وكشفت المصادر لنداء الوطن أن الوسيط الأمريكي عقد جولتين من الاجتماعات عبر تقنية الفيديو مع الإسرائيليين للتباحث معهم في مستجدات المواقف في ضوء الطرح اللبناني وبحسب ما رشح من المعلومات فأنهم أصروا على تقاسم حق القانة مع لبنان لسيما الشق المتصل بالبلوك رقم 8 وفق الصيغة التي تنص عليها على أن تتولى الدولة لبنانية عملية الاستثمار في هذا الحقل على أن يكون لإسرائيل حصة نسبية من قيمة مخزونه من الغاز والنفط وتقوم بتقاضيها من الشركة التي يتم تلزيمها هذه العملية والآن إلى صحيفة الأخبار وفيها مقال بعنوان عون يعرض حكومة ثلاثينية مع تمثيل سياسي والأجواء غير إيجابية فيما انطلقت معركة التشكيلات الحكومية المتبادلة بين الرئيسين ميشيل عون ونجيب ميقاتي أبلغ رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف أنه يفضل حكومة واحدة وطنية من ثلاثين وزيرا تجمع كل القوى السياسية وفي حال رفض حزبي القوات اللبنانية والكتائب ومجموعات أخرى المشاركة يصار إلى اختيار ستة وزراء سياسيين يمثلون التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وعراكة أمل والتغييريين والمستقلين أو من يعكس وجهة نظر هذه القوى إضافة إلى 24 وزيرا متخصصا على قاعدة المحافظة على التوزيع الحالي سياسيا وطائفيا أو أطلاق عملية مداورة شاملة لا تستثني أي وزارة ويفترض أن يحمل ميقات الاثنين المقبل أجوبة على هذا المقترح إلى الرئيس عون علما أن المناخات السائدة تشير إلى صعوبة كبيرة في التفاهم على هذا الأمر وقد سأل وزراء رئيس الحكومة مساء أمس عن الأجواء خلال مشاركتهم في حفل عشاء أقامه على شرف وزراء الخارجية العرب فأسمع منه تعليقات ساخرة من نوع من قد لكم أن هناك حكومة جديدة الآن إلى صحيفة اللواء التي كتبت ماتهة التأليف في لقاء بعبد بحسب مصادر مراقبة أعاد الرئيس عون الكرة إلى الرئيس المكلف راسما له خارطة طريق بثلاثة خيارات توسيع التشكيلة بإضافة ستة وزراء جدد يمثلون القوى السياسية فتصبح الحكومة ثلاثينية وتكنو سياسية تعديل جديد في أسماء الحكومة المستقيلة باستبدال أسماء بأسماء وأيضا إبقاء حكومة تصريف الأعمال على حالها شرط تفعيلها وبحسب معلومات اللواء فأن الرئيسين تدولا في أفكار أخرى لصيغة بديلة سيتم درسها تناولت بعض التعديلات الطفيفة على بعض الحقائب أو زيادة عدد الوزراء وطلب الرئيس عون وقتا لدراستها على أن يعود إلى الاجتماع يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل وفي التفاصيل فأن الرئيس عون اقترح على الرئيس مقاطي ثلاثة خيارات لتسهيل تشكيل الحكومة وهي الخيار الأول توسيع الحكومة إلى ثلاثين وزيرا على أن تضم ستة وزراء سياسيين وذلك لتأمين تغطية سياسية للحكومة وتحصينها لمواجهة المرحلة المقبلة بما فيها من استحققات مهمة الخيار الثاني تعديل في الحكومة المستقيلة واستبدال بعض الوزراء بآخرين لكن بما يؤمن التوازن السياسي والطائفي وليس كما اقترح مقاطي في تشكيلته الأولى حيث اقتصر التغيير فعليا على حقبتي الطاقة والاقتصاد والانتقاس من حصة مكون سياسي أساسي أما الخيار الثالث تبقى الحكومة المستقيلة على حالها ولكن مع تفعيلها والآن إلى صحيفة الجمهورية التي كتبت في التشكيل فتش عن باسيل يقول الراسخون في علم التأليف الحكومي أن باسيل يريد في هذا الهزيع الأخير من ولاية رئيس الجمهورية أن يحقق كثيرا مما عجز عن تحقيقه من مصالح ومكتسبات في إدارات الدولة منذ بداية العهد الذي هو عهده ومن الخطأ تقزيم ما يريده وتاليا حصل أزمة التأليف في موضوع بقاء وزارة الطاقة ضمن حصته الوزرية فهو عمليا وقبل أي شيء آخر يريد من الرئيس المكلف نجيب مقاطي أمرين أساسيين يعرف مسبقا أن الأخير لا يمكنه إمرره ما له الأمر الأول إقرار تعينات في كثير من المواقع الإدارية في مختلف قطاعات الدولة من شأنها أن تأتي بعشرات المديرين العمين المحصوبين عليه ما يعزز وجوده ونفوذه في الدولة في ظل عهد رئيس الجمهورية المقبل سواء كان مؤيدا لها أم معارضا الأمر الثاني عزل حاكم مصرف لبنان رياض سليمي تمهيدا لتعيين حاكم جديد يكون مواليا له ولتياره السياسي ولكن الراسخين إياهم يؤكدون أن مقاطي ليس في ورد تسليم لباسيل بهذين الأمرين على الإطلاق ولذلك وطالما أن مقاطي لن يلبي لباسيل ما يريده فأن الراسخين في علم التأليف الحكومي يؤكدون أن مصير الاستحقاق الحكومي ماض حتى الآن إلى مزيد من التعقيد إلى حدود عدم تأليف أي حكومة وبالتالي استمرار حكومة تصريف الأعمال في مهمتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة